اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المدى لمدة سنة النقطة الثانية انها بتكون مفصلة كلمة مفصلة دي هيكون محور نقاشنا اليوم كيف تكون الخطة التشغيلية مفصلة وكيف تقتل ده هيكون محور النقاش لكن ذكرت شيء جميل انه هي خطة قصيرة المدى وفرقتيها من الخطة الاستراتيجية اللي هي بتكون طويلة المدى دي اهم معلومة طيب تاني تاني عليكم السلام ورحمة الله يا تكلاف معك نواف من تبوك انا نواف الخطة التشغيلية عبارة عن انشطة واهداء قصيرة المدى وهي جزء من الخطة الاستراتيجية حلو نواف جاب ضعفات جميلة جدا التانية انه هي جزء من الخطة الاستراتيجية وليس فيها خطة استراتيجية لانه زمننا يختلف وذكر اهم شيء ان الخطة التشغيلية عبارة عن اهداف وانشطة طحيح وانا اضيف على نواف انه الاهداف اهم شيء بعد ذلك بتجي الانشطة الاهداف في الايام الصادقة مع سفراء التمييز تم نقاشها باستفادة اليوم سيكون الانشطة ان شاء الله اذا كيف تكون الانشطة مفصلة بناء على كلام الزملاء السابقين طيب هنا ثاني معلومة مشين كويس والله انا مبسوط جدا لانه ده خلاصة خلاصة الفهم يعني كريم وف دا كريم الزبدة ده اهم شيء انه دائما يا جماعة احنا دائما كناس بنعمل في الانتكشن كنترول وبنعمل في التخطيط دائما خلي عندك الخلاصات دائما خلي عندك الخلاصات التفاصيل موجودة في كل مكان ترجع النيت تتحصل على التفاصيل لكن الخلاصات الخلاصات اللي قلتوها الان في الخطة التشغيلية يعتبر فهم متقدم جدا على بساطة الموضوع انه والله الخطة التشغيلية جزء من الاستراتيجية الخطة التشغيلية قصيرة المدى الخطة التشغيلية يكون فيها اهداف وانشطة والانشطة تحتاج الى التفاصيل جميل جدا ثاني نمشي شوية في الخطة التشغيلية هيفا البيشين علي ناس بيشين هياك الله دكتور تحتوي على تقارير سواء تكون اسبوعية او شهرية مرتبطة بمؤشرات كمان حلو الكلمة الخطيرة اللي قلتيها ان الخطة التشغيلية لابد تكون عندها مؤشرات اي خطة يا جماعة اذا كانت تشغيلية او استراتيجية بدون مؤشرات ما حنقدر نقدر ننفسها بالطريقة الصحيحة اذا نريد اضافة جديدة مؤشرات وقد اكون فيهمتك صاح اذا انك بتقصد ان الخطة اسناع التنفيذ لابد تكون في تقارير ومتابعة ومونيترين ويبالي وانت كده الان اضافت لنا اضافة جديدة في الخطة التشغيلية جميل جدا يا خنتو ما شاء الله عليكم والله شكله اليوم ده حنتيب سرعا ان شاء الله محمد صحة جزاني اهلا جزان الخطة التشغيلية هي خطة تفصيلية قصيرة تتضمن كافة الانشطة والاجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرة الخطة الاستطراجية في وقت زمن محدود تمام انا نكتفي بتعريفك ده لان نكمل كل التعريف التعريف المهمة وخلصها وتعريف هذا تعريف علمي كامل انا حمشي سريح في الشرايح صدقوني الشرايح الموجودة في الخطة التشغيلية انتو ذكرتوا قريبا التزعين في المئة من الاشياء المهمة اذا في الشريح ان احنا ما ذكرنا اسناني غاشنا انا حصلب على اضبط حنمشي سريح في علمي ايوات فضل طيب خلي المايك ميوت عشان ما يكصلي صباح للماء رجاعنا ايوة نخلي المايك ميوت عنده ايوة طيب نحن قلنا ان الاهداف التشغيلية اغامر شركة التصفى تذكرنا لكن عشان تذكر اهدافك التشغيلية لا بد تكون مذكر الهدف الاستراتيجي لانه الهدف الاستراتيجي بيكون هدف كبير وعام فتجي الخطة التشغيلية تضيق او تحدد الهدف الاستراتيجي لمدة عام مثلا اذا انا كنت قاصب مسنل بنقوله نزيد معدل الالتزام بنظافة الايدي من سبعين الاستراتيجية لثلاثة سنة لخمسة وتمانين اذا كانت الاستراتيجية بتقول دارين نزيد من سبعين لخمسة وتمانين خلال ثلاثة سنة معناها نحن في كل سنة بنزيد خمسة معناها هدفنا التشغيل يكون زيادة من سبعين لخمسة وتسبعين في السنة الاولى من خمسة وتسبعين الى تمانين في السنة التانية ومن تمانين الى خمسة وتمانين في السنة التالتة او اي طريقة اخرى من سبعين لتمانين في السنة الاولى تمانين لاثنين وتمانين ونص في السنة التانية اثنين وتمانين ونص لخمسة وتمانين في السنة التالتة اذا معناها الهدف التشغيلي هو مجموعة الهدف التشغيلية على السنة بتديني الهدف الاستراتيجي دوني قاب أهمية إذا كان الهدف الاستراتيجي هدف بالأرقام أيوة دي المهمة وأنت ذكرتها كلها ما شاء الله ذكرت المدة الزمنية وتركيز الخطة وأهم شيء منه الخطة الاستراتيجية توضع بالإدارة العليا مثلا توضع بوزارة الصحة وتنفذ على المناطق مثلا زي الاستراتيجية التحول وإنه الميزانية بتختلف طبعا الميزانية الاستراتيجية بتكون ميزانية ضخمة أما ميزانية الخطة التشغيلية بتكون حسب الأنشطة الموجودة والتغارير ديك لأنها طويلة المدى تغاريرها بتكون طويلة وتغاريرها دي أنا بعيد في نفس اللقاط وبركز عليه عشان بعدين إن شاء الله ننجي للدورة التدريبية الحضوري ما حنقعد نعيد الكلام النظري حنشتغل شغل مور أدفانس بتقدم شوية دي كله ذكرتو دي برضو نفسها ما فيها شي لحداث من التقطير التشغيلي معروفة برضو كويس دي المبادئ العامة ما فيها شي العناصر أهم عنصر لو لاحظته هو عنصر 11 و12 لأنه لازم تكون عندنا معايير أو مؤشرات عشان نضمن النشاط بتاعنا والعنصر الأول لأنه نحن لازم تكون عندنا استراتيجية عشان ننزل منها خطط تشغيلية أهم شي قصة المخرجات والمدخلات والعمليات والمخرجات دي بالساعد في كيفية كتابة الخطة التشغيلية دي إن شاء الله حنجيها في الدورة التدريبية ما هي المدخل والعملية والمخرج وكيف نخطط للمدخلات وكيف تخطط العمليات عشان تحطينا مخرجات ده دنوع من التخطيط المتقدم لو ملاحظة إنه ده عناصر رئيسية مدخلات وعمليات ومخرجات أنا حفاجأت جداً إنه الخطط عالمياً بقت بس مدخلات وعمليات ومخرجات يعني الكلاسيك الطريقة التغليدية اللي كنا بنعمل بها القطط ولست نحن مستمرين نعمل بها القطط هي طريقة مخترمة وموجودة لكن مع التسارع بتاع العالم من الناس بقطة خطة المدخل ودار المخرج شنوه العمليات البتنفيزة إذن فيه آليات لكيفية كتابة الخطة التشغيلية كل ده إن شاء الله حضورياً هنقدر كيف نحن نقدر نعمل كيف تقدر تعمل خطة بإمبوت وبروسيس وآوتبوت يعني بمدخل وعمليات ومخرجات وكيف تعمل خطة بإكسر شيت طويلة كلها حنوريك الفرق في إنك تستخدم دي كيف وتستخدم دي كيف وتستخدم دي كيف وتستخدم دي بتين وأفضل يعتل الإعداد حنشتغله إن شاء الله التهيئة التهيئة مهمة جداً إنه الله جماعة فيه نقطة مهمة أنا مرة فاتت ذكرتها غدا أكون سريعاً الآن بركز عليها تجد دائماً أقول لك عمل لينا خطة والله أنا أصعب المهام اللي بتوجدني مش أحمل خطة واللي أقدر إنها بكرة أي خطة إذا كانت تشغيلية يوم واحد مبكر فيها جماعة بمعنى إنك لا من تخطط أنت بتفكر لمدة عام طيب الفكرة الصحيح الثاقب إنك تاخد يومين ثلاثة عشان ترتاح لمدة عام ما ترجع تاني تعييد الخطة أو تلقى غير واقعية أو تلقى الخطة أي كلام حتى الخطة نفسها دائرة داتا دائرة داتا أكيدة دائرة مشاورات دائرة برينستورمين دائرة نقاش مع الآخرين فإنت عشان تضع خطة لازم تكون هادي وريلاكس وتاخد الثمن المعبول لا أنا ما بقول مش قال لك مش أعضع خطة تقول لهم والله جماعة دار ليتها لا تشهر لا خطة هي في زمن محدد لكن ما بكرة كويس ما بكرة أو والله يا أخي نحن دائلين على خلاصة الإسبوع ده تعملين خطة تشغيلية للإدارة كلها يا حبيبي إدارة كلها فيها برامج وكل برامج عنده عناصر إذن لابد من من تحديد الزمن المناسب لإعداد الخطة فإن تشوف إنت هتعمل شنون هيساعدك في فريق من خطة ولا إنت لوحدك إذا في فريق من يون حيعمل لأن الخطة ليس عملية تفكير لوحدة هي عملية تفكير عملية جمع معلومات عملية تحليل عملية كتابة نفسها عملية عرض عملية اجتماعات عملية إقناع الخطة هي رحلة جميلة أو عدد تفتكر الخطة إن الكمبيوتر بتاعك أو ورد إنت بتكتب عليها فده نقطة مهمة جدا للتهاية لإعداد الخطة كلموا المدر دائما إنه الله الخطة ده حتى تقعد سنة فخلينا نأخذ وقتنا ونشتغل فيها شغول بعمق عشان تفيدنا لسنة ده الخطة التشغيلية فما بالك بالاستراتيجية والله أنا أعجب جدا من مدير يقول لك دارية استراتيجية خلصارني خلال الإسبوعين ده أول حالة غير استراتيجية هو نفسه غير استراتيجية أسمعوا كلام ده كويس من أنتم بعدين حتى تقبوا ناسي دارين ونحن دارين نعمل نقبة إدارية في كل التفكير فإذا هو ده خطة استراتيجية في إسبوعين معنا داري كلام فإسمعات لأننا لو دارين نضع خطة استراتيجية معنا حتى تجيش معنا خمس سنة ثلاثة سنة أقلس هي ثلاثة سنة فلا بدنا نكون حرسين بدنا نأخذ كل الأمور ونزبطها في شكلنا أنا هنا أجل ما أدعو للبطء في اتخاذ الخطة الاستراتيجية أو التشغيلية ولكن أدعو لاختيار الزمن المناسب لجودة الخطة والعدم الرجوع إليها أو تعديلها أو رميها في الدرود كل ما يحصل وإنه بنعمل خطة جميلة شكل حيل جدا لكن صراحة داخلها ميح زي ما بنقول بالداري كده داخلها لا شيء وتبهت الخطة دي لها من تجيء للتنفيذ إيقبهها زاكة ما عندها علاقة بالتنفيذ ولا بتشبه الشيء لأنه وضعت وضعت كده يعني بدون بدون رعاية بدون عناية فتبعت في الدرود دي السبب من الأسباب لتخذ الخطط في الدرود إنها ما تشبه الواقع وغير الواقعية ووضعت على استعجاب دي أهم نقطة في التاهية لإعداد الخطط التشغيلية لو ملاحظين في الشريحة في إنه لازم تضع جدا للزمن يمجبون لهم لاي لازم منول حيشاركة في إعداد الخطط وشكلها كيف خطط مبادرات مع الجهات الأخرى بيستعد لك خططك لازم تشوف القيادات رؤية شنو عايزي خطط موحة عندهم إمكانيات تعلي اللوجيستيك بتاعهم إذن معناها عملية التخطيط يا جماعة ليست نوسة أو لعبة تخطيط معناها يحتاج إلى عقول نظيفة وعقول تساعد الآخرين بتفكير منطقي ومنظم للوصول إلى أهداف زاتقين للتهية أهم شيء في الخطة إذا ما عندك هذه التهية الخطط تطلع عين كلام تشكيل فريق نحن أجي الناغش يأتوا فريق للخطط إن شاء الله الحمد لله عندنا دورة تدريبية حضورية دي المحلات اللي بيحصل فيها التسكشن أكتر أنا الآن دارس على نقطة معينة في الكيفية الكتابة النظرية دي برضو جمع المعلومات تحديد الأهداف السمارت وذكرنا أمثلة على الأهداف واشتغلنا عليها ووسح أن أعمل لنا هدف ونشتغل على تاني الخريطة الزهنية ممتاز جداً يا جماعة الخريطة الزهنية دي أنا بتذكر مرة بنت لكم أمشي يقروا عنها لأنه هي بيقت العلم اللي يعمل جاب على كيفية الخطة في زمان لأنه من بدل تخطيط ما كان الناس مهتمة بهاو ترايد بالعملية كيف تكتب الخطة كان بتكلم عن الخطة وهميتها لأن المخططين كانوا عارفين كيف تكتب الخطة فقاموا لقل في فجوة بين معرفتك للخطة واكتبتها الفجوة الحقيقية وانا ذاتا لقيتها حسب التجربة وحسب الخبرة الطويلة إنه بكون جاهل فهم التخطيط زي يقول فهم الأهداف فهم السمار وعلى لكن لو قلت لأ أعمل خطة كأنه قلت لأزيح جبن ليه لأنه فيه كيف تعمل الكلام ده وتلزله وقاموا بعد تفكير وتفكير 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 لأنه هي العملية ذهنية عملية تفكيرية عملية بتاعة مخ قاموا وصلوا إلى الخريطة الذهنية دي إنه الناس لو بتعرف الخريطة الذهنية هتعرف تكتب خطة يعني استخدموها كوسيلة هي الخريطة الذهنية نفسها دائرة دراسة كويس معاق هي نفسها دائرة علم ودائرة كده لكن أنا إن شاء الله وبوجودكم الأسبوع القادم هأدي فكرة عن الخريطة الذهنية ليس الغرض الخريطة الذهنية لكن هي الوسيلة الأسرع لكيفية كتابة الخطة خيس؟ عشان كده وبذات في الخطة الاستراتيجية إذا ما عندك خريطة ذهنية لخطة الاستراتيجية ما حدك بتعمل خطة الاستراتيجية لكن أنتو الحمد لله ما مطالبين بالخطة الاستراتيجية على مستوى الليفل بتاع المدريات لكن هنحاول نزودكم التتغير يعني هتجي هم إن شاء الله على محلات كبيرة وغير تكونوا محتاجين استراتيجيات ضخمة وغير تحتاجوا إلى هذه الخريطة الذهنية لكن كده خندونا الخريطة الذهنية كيف نعملها عشان نكتب خطتنا في الخرائطة الذهنية ذات عشان نفكر إنه فيه أشياء كبيرة وأشياء فرعية دي الخريطة الذهنية تبنى على كده يا جماعة تبنى على شيء كبير وأشياء فرعية أسل أنت حتى لو عايز تفكي رسي يعني لو قلت لك بيتكم بيتكم كيف وصف بيتكم الرجال طوال هتذكروا زوجات والزوجات طوال هتذكروا زوجة هون هتذكروا الأولاد في البيت هتذكروا شكل الشقة بعد ذلك بديت فروعات ويسا لكن أهم شيء بتتذكر أنت الحياة الرئيسية في بيتك الحياة بتعمليك إنت حاجة فإيسم معك فلما نقول سيارتك طوال هتذكر الموديل هتذكر اللون بعد ذلك هتذكر الماركة هتذكر يعني دي الفكرة الرئيسية بتاعة الخريطة الزينية لأنه الموق يا جماعة الموق الله سبحانه وتعالى سبحان الله لو تعايل حركة النيورون شكله بتلقمه وتموج كده لكن مربوط بعقدة عصبية العقدة العصبية دي الفكرة الرئيسة كويس والتفرعات النيورون دي الأفكار الفرعية عشان كده لو انت عايز تنجح في أي عمل تخطيطي تشابه المخ وليس تكون عكس المخ مشكلتنا بنشتغل عكس المخ يعني مثلا لو جيد تشتغل الخطة هتشتغل التنبلة فوق الهدف وفوق الزمن وفوق 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 المخ ما مرتب الطريقين المخ ما بيشبه الطريق المخ بيشبه تفاصيل مختلفة إذا معناها أنا أولا عشان أقدر أعمل شيء من مخ أتفاهم وأتنسق مع المخ مع الخريطة الزهنية وبوم أشيله أضعه للخطة يا جماعة أعيد أنا لا أشرح في الخريطة الزهنية ولكن أشرح في كيفية كتابة القطة اللي هي دي المعارة الأساسية بعد التدريب الكثير يتدربون ليه وتدربناه وجدنا إنه الخريطة الزهنية نوع جيد لو قدرت أتفهم الزهول كيف يشيل أفكار ويخطها على الورق أولا بعد ذلك دي عب التنبلات هو بيكون ناجح جدا مشكلة الناس بيلغوا المخ ويدخلوا على التنبلات والمخ ما بساعدت صراحة الله إذا ما احترنت المخ هو ما حيث يساعدك هتدعب جدا هتدعب جدا في كتابة القطة وده اللي يحصل لغالبية للناس إنه كيف ينزلوا أفكارهم على الورق والحقيقة دي جماعة لقت مش على القطة على عشي في الحياة أي عمل أنت عايز تعمله إذا تعرف في الخريطة الزهنية هتدعب ناجح لها تلقى سهل جدا لا بدون الخريطة الزهنية هتمشي لقوالب صما وقوالب دي خورة الزهنية بتاعت ناسها خارين ليس خريطتك أنت الزهنية يعني يا سامي لو اديتك الخطط التي كتبت أنا كلها طلحت على تلك قلت لك أكتب لي خطط زي ما حتقدر لأنه تفكيري أنا كان في خريطة زهنية أنت ماشي عيفة سابغا لكن أنا لو اديتك الخريطة الزهنية أيا ديتك بخير أكيد ستعمل نفس القطة صح عشان كده لازم تدرب خريطك الزهنية لوضع القطط طيب قلنا الخريطة الزهنية مبنية على فكرة رئيسية وفكار فرئية صحي عشان كده مهمة جدا في قطتنا التشغيلية بكتوب برنامج برنامج ده فكرة كبيرة بعد يتجي من البرامج مشروعات من المشروعات بتجي أنشطة من الأنشطة بتجي مهمة من المهمة بتجي واجبات يعني أنا لو دائر أرسم خريطة ذهنية لنشاط التدريب على غسل العيد بالفكرة الرئيسية ظل نشاط الرئيسي التدريب لكن المهام شنو المهام والله تحديد دورة تدريبية المهام والله أنا لازم أجل أغسل الدنيا قدامهم دي مهام لازم أعمل طيب الواجبات الواجبات والله تجهيز ورقة تجهيز قلم كل ما تمشي أصغر أصغر اللولي حصطة المخفقة العبضة العصبية الكبيرة أحضر مثلا بعدها أصغر شوية اصغر شوية كيف ندعو للدورة وهكذا إذن معناها تسلسل من النشاط المهمة إلى الواجبية عملية ذهنية أنا خدت وقت في هذه الخريطة الزهنية وطوال مباشرة حنجي نبدأ نظرياً من البعد في كيفية كتابة خطر من هنا وما حنواصل باقي الموضوع لأنه موضوع من الليلة كيفية كتابة خطر اليوم هنأخذ الجرعة دي وإن شاء الله في الدورة التدريبية انت حتكتب خطط بطريقة مهانية مبنية على خريطة زهنية ليس معت طيب كان فيه اكسل شيت ما عارف هنعرض عليكم الآن نحن نكتب خطة يا جماعة خلاص فهمنا الخريطة الزهنية أنا مستعدة أسمع أزيلة لأنه موضوع الخريطة الزهنية موضوع ما سهل لفوزون عنده أزيلة أنا عشان نوضع حتى أخشى إن الخريطة الزهنية يعني صحبت عليكم الموضوع نحن نعرض لنا وسيلة للتسليف هل في أي مشكلة في الفاهمة العامة الحضور السلام عليكم أهلا أهلا دكتور عبد الفتاح الخريطة الدنيا قزك أنا أترجم الشيء لفراسي على ورق أيوة قبل فتاقته في نموذج قبل مقصد أيوة تفقنا طيب أنا شايف النموذج عفوا بس ممكن للرجوع للتفصيل المحاضرة المحاضرة في الخطوة التشغيلية الأولى اللي شاركناها مع تفراء السميز الإداري كانت مقابرة مفصلة ممكن ترجعونها في الموقع للي حاب اليوم يطلع عليها بشكل مفصل بشكل أكبر قبل تدور للورش إن شاء الله للورش القادم طيب جميل قدامكم فيه شكل بتاعي أجزل صح؟ صحيح دكتور شكل الأجزل الموجود قدامكم ده أبديو نظرة عامة كده أنا أريدك دقيقة أبديو نظرة أخطى النظرة أخطى النظرة عليه جميل أنساوه أنساوه مدعي الليو خلاص طيب عايزين نكتب يا الله بسم الله بسم الله أول حدر لينا هدف أي هدف ناخد هدف من تعالهان قولوا لي هدف تنظرين نكتب خطة يا جماعة هنعمل نشاط واحد بعد ذلك تساهل جدا تعمل مليون نشاط كده بدون هدف طيب زيادة نسبة الالتزام طيب ب نظافة الأيدي تمام بنسبة خمسة في المية مثلا لسنة عشرين اثنين وعشرين خليها من كده إلى كده نقول عندنا كم إلى كم من مثلا من سبعين إلى خمسة وسبعين إلى خمسة وسبعين في المية طيب هل هذا بنتهى أم لا لسه أيها خلال العام عشرين وثنين وعشرين في نهاية العام عشرين وثنين وعشرين خلال دي يا جماعة قلنا شنو يعني الخطة مكتبت بالشهر الثاني تقصدك أو التالي أو الرابع لكن بنهاية العام ما يزالوا كل يوم عشرين وثنين وعشرين طيب نهاية العام عشرين وثنين وعشرين خلي نقول الربع الأول طيب وين يا جماعة في قسم مثلا العناية المركزة في قسم العناية المركزة والله ناقص برضو العناية المركزة دي وين في أوكرانيا في مستشفى في مستشفى في مجمع عشان ما نخش في مشكلة نخليه في مستشفى وزيادة ورغم ذو النسبة كويسة 70% يعني وزيادة نسبة الالتزام بنظافة الأيدي من 70% إلى 75% لهاية العام في جيثا العشرة في قسم العناية المركزة برضو ناقص ليه من نسبة الالتزام بقصدنا نحن ليهم كلهم واستهدف منه انت مثلا النيرس النيرس للممرضين الممرضات معه كلهم مع بعض الممرضين والممرضات يا جماعة لما تكتب الهدف لو بيجت يعني بتحاول انك تكون أكثر تفصيلا جميل بزيادة في هدف الخطة التشغيلية في إمتى علي يعني مثلا الهدف دينا بيكون في الاستراتيجية بقول زيادة نسبة الالتزام في أقسام العناية المركزة بس باستراتيجي كده لكن لما نجي تشغيلي بقوم بفصله كم لكم في منو منو للتفاصيل ازاي كده اوكي اذا معناها بيادة نسبة الالتزام بنظافة الهدف من السبعين إلى خمس وسبعين في المئة بنهاية العام في قسم العناية المركزة في مستشفى يكسر الممرضين والممرضات مبروك دكتور دكتور عبد الفتاح السلام عليكم عليكم السلام عليش عندك استفسار أستاذ تتكلم قال إنه في قسم العناية المركزة هل قسم العناية المركزة ما يعتبر تحديد؟ أنا بس تسألت في وين قسم العناية المركزة في مستشفى قسم العناية المركزة في مجمع كبير قسم العناية المركزة في وين يعني؟ طيب حتى لو يعني حطيت الخطة يعني بالنسبة لأغلب الموجودين هنا أنهم يا تابعين لمنطقة يا تابعين للوزارة بشكل عام فممكن يكون الهدف عندنا في قسم العناية المركزة في المنطقة الكاملة أنا مقصدي هل هذا التخصيص كافي ولا لازم أحدد التخصيص أكثر بحيث أني أحدد وش الفئة المستهدفة هل هم ممرضين هل هم أديكاترا أو مقبولة هذه النقطة في الهدف تحدد أكثر في الهدف تحدد أكثر ليه عشان يساعدنا في النشاط المشيين عليه في القطة في الهدف تحدد أكثر ليه عشان فيه ناس ما منسوبين وزارة الصحة افتكر مثلا رجل خيري وجيت مرض على مديريتكم وقلت دار أخدم الصحة وبعرفك أنت مثلا من أهلي من أي حاجة ودار أدعمك فأنا بقرأ لكن ما ورتني ممرضين وممرضات الطبية وطبيبات فأنا من الهدف أكون معك في نفس النوع يعني أنا لما نمشي أحكي في الديرة أقول والله اليوم تدرحت المليون ريال عشان يدربه الممرضين عشان ينطف في الدين أنا حتكلم بنفس لغة هدفك رغم أنه أنا لا في الهدف شاك نطول ولا على قبيب ولا فانش أنت علي ضل الطميمة وليه بعد في ناس بيجوا باحدك بعد عشر سنين خمسين سنة لقوا خطة فالله يزول قدرر بيليه يا جماعة زادة قسبة التزام بيشنو قد يكون لحولك كانوا عارفين إننا قازلين الممرضين ومرضات قازلين قسم العناية المركزة في المستشفى المعين لكن لما تكتب بدون تحديد التبصيل بيضيع الهدف أنا مقصدي هو القسم هو الهدف في تدريبي هو القسم أنا عندي مشكلة في قسم العناية لا ما عندي مشكلة في الأطباء هل المقصد هنا أن كذا أدى القسم هذه المهمة إلى ثلاثة قسام يعني هدف إلى الممرضين هدف إلى الأطباء هدف إلى يس يس كلامك صحيح سالم إنه لو جينا نكتب بعضين الأنشطة ممكن نقسم إلى ثلاثة إلى ثلاثة فئات فئتين الشفتة الأول الشفتة التاني لكن في البداية أنا حددت المكان تذكر نحن كنا في المحاضرة السابقة قلنا الهدف لازم يكون سمار يعني بمعنى إنه الهدف لازم أنا أقدر أجيسه بعدين أنا لو أجي للهدف ده أجي أول حاجة للمقاص عندنا الممرضين والمرضاء كما لو عندك العدد يكون أحلى كما للممرضين والممرضات الخمسة عشر يعني إذا القسم ده فيه خمسة عشر ممرض وممرضة إنت مثلا ندار تضرب الممرضات الخمسة عشر كذلك أن أقول الجسم بتاع العناء المركزة هذا جسم كبير ونقفه باربعين ممرضة خلاص ممرض وممرضة اتفقنا دكتور السلام عليكم عليكم السلام دكتور معك وفاة من صحة حائل أنا حب أقول هدف تمام وإنت تقول لي إذا هو صحيح أو لا تمام تمام ما عليش يا وفاة نشوف رأيك في الهدف القدامنا وبعد ذلك نشوف هدفه الهدف القدامنا قال زيادة نسبة الالتزام بنظافة العيدي من سبعين إلى خمسة وسبعين بنهاية العام عشرية اتنين وعشرين في غسم العناء المركزة لأربعين ممرض وممرض الهدف ده منكم قياسه يعني سمارت ولا لا ممكن لأنه تحدد أول نحدد الأي سيو ثاني أحدد الهدف تمام فأنا عندي شيء قص هدف أنه الآخر شيء لازم أربعين ممرض أو الممرضة يكونوا زيادة النسبة عندهم خلاص حققوا حققنا الهدف كده تمام كلام جميل يلا جيب هدفي تمام خضلي معليش انقطع الخط أنا هدفي عندي زيادة نسبة حصول جميع الممارسين الصحيين على رخصة بيكسل في جميع المنشآت الصحية في منطقة حائل من نسبة 60% لحد 70% تمام ما تمام لحد ايو 60% ل70% حلو جدا في كم سنة عشر سنوات لا مدة سنة مدة العام ايو ما بعرف انا ما قاعد في حايل ما عارف انا ممكن فاكر قدرت احمليها لكم سنة عرفتوا يا جماعة الهدف ليه ايو انا عارف السنة انا كاد اقول عبدالفتاح طاهيم انك بتخطط لأي سنة في حايل لكن غدا يكون لزول تاني ما طاهيم من 60% والبيكزل بيحتاج كم ممكن هو البيكزل ذات وما بعرف في امتى علي فنقول الله زيادة البيكزل من 60% إلى 70% في بنهاية العام 22 22 22 طيب في نقطة ثانية جميع 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 الممارسين الصحية في جميع في عدد ولا ما في عدد يا ربي جميع المنشآت الصحية عندي الآن عندي 16 منشآت يا سلام في 16 منشآت الصحية الجميع التاني حلينا تدريب أنا في 16 منشآت كل ما تلقي رغم بخلي هدفك يمكن غياسه يا جماعة ايو فهمت دائما الرغم بساعد في القياس حاول بقدر الإمكان تعمل الرغم 16 ولا تقول 50% مثلا لو دار تعمل 8 طح 8 ما 50% تقول الله 8 الرغم في الهدف بسهل علينا كثير حل جدا طيب لكن جميع الجميع دي كده قولي ما عندك عدد لجميع الناس في حال هل الكواعد اللي دارية معاهم دارين ندربهم بيكزل ناس أكسونا الموظفين علينا قال إذا أنا ما عندك العادة تدريب الكوادر الفنية طيب هل الكوادر الفنية الشغال في المديرية مهم لي ولا أنت تبدأ بالمستشفيات لا فقط المستشفيات الصحية يعني له المستشفيات يا السلام عليك إذن معناه تدريب الكوادر الفنية في المشاهات الصحية ولو عندك عدد 1500 شخص الهدف بيكون أقوى لو لازم أشوف العدد في المشاه أقول أولا تحديد أعداد الكوادر الفنية طيب عشان نحن بعد ذاك النصات عملك صحيح طيب أنا أرجع عليكم للهدف الأول يا جمال حجرين لك أنا عندي سؤال بس الأحد سفراء الثامنية الإداري لو يشاركنا إيش المقصود لما نتكلم عن الهدف نقول سمارت إيش المقصود بسمارت كمراجعة يعني يكون محدد يكون واقعي قابل للقياس هذا اللي أذكره السلام عليكم السلام عليكم يكون لوقت لتمثيذه يكون لوقت محدد للتمثيذ إيه يكون محدد قابل للقياس يكون كمان واقعي يمكن إننا نحقيق أساسا ويكون لها وقت السلام عليكم طبعا السلام هي من خمس نقاط تكون محدد مجربة تكون مقاس وقابل للتحقيق يعني ويكون يعني ذات سلة في الهدف ويكون على مدى وقت محدد أو محدد في مدة زمنية تمام والله أنت ناس فأهمين الهدف جدا والموضوع يعني جميل خالص وعندنا هدفين اظبطناه تمام هو زيادة نسبة الالتزام بنظافة الأيدي من 70% إلى 65% 40% ممرض في العناية المركزة بمستشفى X حتى نهاية العام 2022 يلا يا جماعة دائرين نكتب الأنشفة نحقق الهدف كيف الهدف ناغشنا كثير جدا بعد ده عايزين الأنشفة يلا كده يورينا اي واحد كده هيكتب الأنشفة كده يوروني من رأسكم كده انت رويتكم تكتبوا الأنشفة كده أو السؤال الأول قبل كده مينو فيكم الكتب خطة قبل كده ومينو الماكن معالي اشتغال شكله حساس ما حساس في ناس معينين لكتاب الخطط ما كون الناس تكتب الخطط لكن كده اي واحد يوريني الكتب خطة في حياته قبل كده سمحة أم سيئة مينو كتب خطة السلام عليكم السلام طفلا طريق اهلا انا سبق وكتبت خطة على حسب خبرتي البسيطة جدا ممكن الإجراء يكون تبع الهدف عمل دورات تدريبية المستهدفين او عمل مؤشر في الدورات تدريبية المستهدفين خلال الربع مع مدة محددة خلال الربع الأول طيب يعني يعني واحدة من الأنشطة الحقيقة فيها مزاعة الالتزام هي دورات تدريبية ايوا كيف كان طوالي بدأت كتبتها في الأكزيل ولا كتبتها في ورغة كتبت النشاط كيف لا أصغت أول شي أو حطيت للمدة خلال العام عشان يعطيني الهدف هذا تمام فكرة 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 كويسة لكن في فكرة أكبر من كده أنا دار أقول للطريقة الاحترافية لكتابة الخطة دار أقول قلنا الطريقة الاحترافية لكتابة الخطة عشان تتدربوا عليها بتعملها مرحلتين مرحلة إنه أفكاري دي أصيغة على الورق تصيغ الأفكار على الورق قلنا بخريطة ذهنية في ناس ممكن السخوبة أي طرق هم بعرفوها ويستطيعين في النهاية لازم تصيغ على الورق بعد ما سيغ ته أفكارك بتجم بتنزل وين في نموذج اللي هو التنبلير تحت العجز اتفقنا يا جماعة إنه عشان أنا أكتب أي خطة كتابة صحيحة ما أعب طوالي ما أعب نموذج نموذج الخطة حاجة مهمة جدا يا جماعة التنبلير بتاع الخطة من أهم الأشيالين هو اللي بوري الآخرين أفكارك النهاية خيس لكن قبل ما تصيغ أفكارك دي لازم تعمل عملية بتاعة زي بقوله طبيق كوكين داخلي بخصتك أنت منظم عشان الآخرين يقدروا يفهموا الأنشطة بتاعتك أنا أعتذر أنا عندي بالنسبة لي أنا الآلية العمل دايما سواء كنت أكتب مثلا إيميل أو أعمل تقرير دايما ما كنت أكتب الأشياء الرئيسية عندي في نوت في ورقة بعد كذا أبدأ أرتب الإيميل أو أبدأ أرتب التقرير على حسب النقاط هذه اللي أنا نزلتها فهل هذه استخمال فكرة الخطة الذهنية تمام يا محمد كلامك ده صحيح يا هدي الخريطة الذهنية نفسها إنك بتخط النقاط الرئيسية أول بعد الفريقية بعد الأجلة همية بعد داك التنتج تشتغل في الإيميل ولا تشتغل في التمريض نفس الفكرة دي اللي هي لحنكتب على خطة تفضل تفضل تمام دي نفس الفكرة الدارة صليعة طيب هنبدأ تمريد مثلا الهدف يا جماعة أو أتنسي هدفك يعني المشاطك إذا ما عنده علاقة بالهدف ما تكتبه يعني مثلا الهدفي كان ده رزيد الالتزاب من نظافة الأيد وقمت قلت والله تدريب الكوادر الصحية على كتابة الخطف هل المشاط ده عنده علاقة بالزيادة الالتزاب من نظافة الأيد أكيد لا أكيد لا فأنا لازم أكتب العنشطة لكن واحدة ذكرت إنه التدريب على نظافة الأيد نفسه أنا أديكم نشاط كدور ريونيك تحملون خريطة ذهنية وكيف عندك الخط في التمبل حلوين طيب النشاط شنو تنفيذ دورتين تدريبيتين تنفيذ دورتين تدريبيتين على نظافة الأيد تنفيذ دورتين تدريبيتين على نظافة الأيد معايا يا جماعة عشان دارينا زيد نظافة الأيد في قسم العناء المركزة حلوين جدا الهدف قبل كان واضح وانتهينا من طيب سؤال هل نعبي التمبلات شايفين قدامكم نبدأ نعبي في التمبلات طوالي لا للمشاب لا لا في أكثر من نقطة ممكن نبدأ نعبي من عبي نعمل شينو كويس نعمل شينو نعمل نعمل النشاط كويس خلاص النشاط كويس دورتين تدريبيتين خلاص نقول تنفيذ دورتين تدريبيتين لا الفكرة الرئيسية أنه ننفيذ دورتين تدريبيتين صح بس لا نكون في تنسيق أول ننفيذ الدورة ننسق مع الجهات المعنية الأشخاص المعنية اللي راح ينفدون الدورة ما الموارد اللي أنا أحتاج إليها الوقت اللي أنا راح ننفيذ في الدورة فلازم الأشياء تكون لازم تكون واضحة قبل ما عب السمبلات حلو طيب طريقة تفكيرك أنه والله تنفيذ دورتين تدريبيتين أنك بتكلم عن تنسيق ثاني وتتكلم عن شنو الفئة المستهدفة تتكلم عن الفئة المستهدفة وتاني عن الموارد المكان اللي راح يسوي في الدورة الموارد المكان ثاني أنا أعلم في الخريطة الزهنية هنشوفه في التدريب أكتر لكن الآن الفكرة الرئيسية تنفيذ دورتين تدريبيتين صح قمنا قمنا في التدريبيتين تنفيذتين ذكرتم المكان الموارد المستهدفة التنصيق ثاني شنو وقت فترة الزمنية الزمن طيب ثاني شنو الشين كويس ثاني شنو طريقة تقديم الدورة سواء أونلاين أو حضوري حضوري أونلاين جميل ثاني مبارح ما طلعوا غراري أحماله ما في مشكلة بتاع التباعد يعني في غرار طلع عمسي من مقام وزارة الداخلية إنه التباعد ما في مشكلة يعني برضو نكتب حضوري أونلاي برضو يتكتب حضوري أونلاي صح يعني عشان تحدي طيب ثاني الفئة المستهدفة الفئة المستهدفة غيلة طريقة قياس الأداء الإنجاز لازم يكون عندي آلية لقياس الإنجاز طريقة قياس الإنجاز يا سلام عليك ثاني طلوين عقد الدورة وحصة دارينا عقد الدورة نحن مدتها يا دكتور عبد الفتاح يوم يومين عقد الدورة شنو يعني زمن الدورة حلو مكتوب ما في مدربين فيها يا كافل بلى هذه الدورة ما في مدربين السبيكر احنا قلنا المدربين السبيكر طرحة النقطة هذه طرح طيئة أيوما علي عشان أغاد أكون في كبيرتها شوية طيب المدربون وتاني الله تكل عافية الله يخليك تاني ما فيه مادة علمية المادة العلمية طبعا طيب المادة العلمية المشاركين الفعل المستهدف طيب تعني ميشنو في الدورة التدريبية سناك يا دكتور واللوجيستيك هذه أيوة ما في دورة بيدور اللوجيستيكس اللوجيستيكس كله طيب تعني أماكن الإقامة المتدربين أيوة الإقامة المتدربين ولحظة شنو يا جماعة لأن إحنا ما عدنا التمبلات الرعاء البرع الدورة منه الباطروناش منه الحير على الدورة هل الدورة عندها ابتتاح ولا ما عندها ابتتاح ولا دورة عادية طبعا هل الدورة عندها ضيوف يعني دارين نجد ضيوف من المدير الشؤون الصحية ولا ما بيحتاج هل الدورة دي في بانر بانر فيها جماعة أبو أستر ولا ما بنعمل لها بانر هل بنعمل لها هل الدورة دي دار يجهز لها المرئيات والمسموعات يعني مثلا النابطوب والحيييب ومنو والباوربوينت حيكون شكلها كيف دي موسفين الاشياء دي موجودة ألا ما موجودة ميديا بس وقتاني تمام الوسائل يعني إذن معناها في عدة تفاصيل صح صح والتفاصيل دي ممكن تبشي معانا ليه بالليل صح التفاصيل دي مهمة جدا نكتبها في ورقة خارجية نحن لسه ما جينا التنبلير صح أقول لكم التفاصيل الذكرتوا أنتوا أقول لكم كم عدد واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تيزعة عشر احداشر اتناشر خلطاشر ربعتاشر خلطاشر 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 تفصيلة ذكرنا تمنطاشر تفصيلة دي يا جماعة المخ بتكلم كده كده أرجعوا للتنبلير فوق كم تفصيلة هتلقوا طلطاشر تفصيلة صح ممكن نعدوا لكم النموذج ده في طلطاشر في نموذج فوقه عشر في نموذج فوقه عشرين لكن لاحظ إنك في جلسة سريعة في الخمسة دقائق عندك طمانطاشر تفصيلة طيب نموذج فوقه تلطاشر وإنت إنتك تمنطاشر أقوى إنت أموذج أنا أقوى يا سلام إذن معناها عشان أنا أكون مصيفر على الخطة وقابر أكتب خطة تفاصيل كون أكتر من النموذج صح الله ما صح صح أنا الأقوذ النموذج ليس النموذج اللي يغضني صح الله ما صح صح طيب ممتاز ليه نحنا كتابة القطة جماعة بمهارة التدريب عليها من أصعب المهارات لأنه تدريب على المخ من أصعب المهارات لكن أول ما تعبره ستعبر حاجات كثيرة جدا ستفقى ماشيها بمطارقة السعالة جدا الخارطة الزهنية تفتح لك لأن المخ يفكر في أي حاجة لو ماشيت معه بغري كذلك الصباح لو قلت صح خشيت في فكرة فكرتين أنك تكبغني والله المخ يجيب لك حاجات يقول لك تعمل كده وتسترل كده ويدخل لك وخليت لهم انتحنا معدي وانت بمكن تاخد لك فكرة تقعد معك ثلاثة إذن معناها المخ يجب لك كل التفاصيل إذا أنت احترمته وديته الزمن احترمه وديه وزمنه ما أجي يقول له الله التنبلات ده وزعب بليه التنبلات تفصيله براسك قول أنا ما شتغلت خريطة ذهنية ما كتبت الأفكار الرئيسية ما كتبت أي شيء على الورد برنا ما نزلت أفكاري بأي شيء حاجة للمخ بكم تفصيله قليل ها أنت تكسد لو ما كتبت التفاصيل هذه على ورد الحقارجية أجيب لما جاء بالنموذج حيكون تعي حتى الأفكار تكون قليلة أريدك لو تكون تاي هتخص صفر وأنت جاي بدون أي تفاصيل صفر جاي تعبي 13 تفصيله وأنت صفر في معانا ولا ما في معانا هنا صحيح أيوة أنا جيت خشير قدام النموذج صفر والنموذج فوق 13 تفصيله إذن هنا توجد معانا لكن أنا جيت التورتين التدريبيتين قسمت برا واشتقلت أفكار رئيسية ومشيت مع الموق وظبطت وضعي وبدأت عندي تفاصيل كثيرة لأ من أجل النموذج بأجي بأتر من تفاصيل النموذج إذن أنا سهل جدا أعبش النموذج يا جماعة النقطة اللي بقول لك دي صدقني صدقني بعد تجربة طويلة جدا في كيفية كتابة النموذج الناس البعض ينزل أفكارنا على الورق زي ما صغناه هنا بطريقة منهجية ومن حسب قدرتهم وتجاربهم والمجال في الحل بيضعوا الخطط بسهولة وبسرعة اللي ما عندهم بواجه نفس التحدي ده وبيقعد ده نشاط واحد يا جماعة الخطة ممكن تكون فيها خمسين نشاط عشرين نشاط صحيح ده بس التدريب دورتين تدريبتين طيب فيهمنا النقطة الأولى دي يا جماعة إن شاء نكون فيهمناها كويس وحضح يا دكتور وحضح وحطط تضح أكتر في البرافتيس لأن نرسم لك الخريطة الزهنية وانت علي هنجي نعلمك كيف ترسمها يعني مثلا الثمانتاشر تفصيل دي أنا كعبدالفتاح كخريطة زهنية ثلاثة تفاصيل ثلاثة دي تفصيل الكبير الفرعية الأولى يعني الفكرة الغيسية دورتين تدريباتين الفرع الأول الطالع من العقدة من العصب الكبير اللي هو المدربين ده واحد المدربين في فروح صغيرة منهم كيف نحضرهم ماهل مادة العلمية سيقدمها بعد ذلك تجي فيها المستهدفة بفرعية كبيرة بعد ذلك تجي فيها مستهدفة كيف ندعوهم كيف نعمل كيف الآن عبولي التمبلات الآن نقدر نعب التمبلات رغم لكم ما مشينا نحن ما مشينا كثير في التفاصيل لكن رغم السرعة في التفاصيل حيساعدنا في تعبيات التمبلات طيب نجي نعب التمبلات نمسك واحد النشاط دارين ننفس دورتين تدريبات أول حاجة في التمبلات ما شنو المهمة 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 ما شنو دورة أيوة جيباة قال تنفيذ دورتين تدريبيتين داري نحاف صح تنفيذ دارين نحدد نبقي مهمة اللي هو دارين ضيام دورتين تدريبيتين صح أو ممكن نعيدوا نفسهم نكتبوا نختصر ضيام ضيام تدريبيتين جميل جدا المهمة دي واضحة ولا غير واضحة حاليا كمهمة غير واضحة غير واضحة أيوة يا سلام عليكم يا السلام عليكم. إذن معناها نحن على الأقل الدورتين التدريبيتين دين دارين فيهم كم صح نمشي لقدام شوي في التنبلات خلاص نحن لما نجي نعبد التنبلات يا جماعة إذا عندنا التفاصيل نجي راجع لها بعدين برضو في النهاية عشان نصححها. كويس؟ أستكتبنا المهمة قيام دورتين تدريبيتين. لكن هنجي نشوف النازل شنو كل ما نمشي مع التنبلات. بالمناسبة يا جماعة كتابة الخطط بعض الخريطة الزهنية زي للأولاد زي لعبة الكوتشينة أو لعبة الورق وللبنات زي التطريز والحياة. إنت أنا بستمتع جداً لما تكون عندك خريطة ذهنية وقل ليه عبي تنبلات. بس غاية ليستمتع. ليه؟ هتشتشي بس الآن إنك لما تعبي التنبلات كأنك بتلعب في لعبة بس. طيب قيام دورتين تدريبيتين بعدها بعدها المهمة المسؤول وكتوب المسؤول تعالي شنو؟ عمل دورتين أفضل من فيم دورتين طيب عمل دورتين أنا بجيك بعدين للأفضل والأحلى كويس أسي كده نكتب بخدش التنبلات كتبنا عمل دورتين مشانا قلنا المسؤول من هو حينفز الدورتين؟ مثلا إدارة مكافحة العدوى من هو في إدارة مكافحة العدوى؟ قسم قسم أو منسق برنامج الهند هايجين من هو في قسم برنامج الهند هايجين؟ منسق برنامج منسق برنامج يقوم من الاثنين ولا معه ثلاثة أشخاص؟ هو إسمه أيوة جميل إذن معناها أنا بحدد المسؤول بدقة يا جماعة تحديد المسؤول بيكون حاجتين يا جهة يا شخص تعليق؟ وكل ما لقيت شخص بعينه أفضل مثلا منسق الهند هايجين أو مزؤول التدريب لو لقيت كده لا ما لقيت شخص بعينه بقول الجهة قسم التدريب أو قسم البرنامج خلاص؟ يعني الشخص كمسؤول أفضل من الجهة تفضنا؟ وليس الإسم وليس الإسم يعني الشخص المزول ما تكتب ديكتور عبدالفتاح ويكون بكر ديكتور عبدالفتاح يمشي لبرنامج آخر صح؟ هتكتب الصفة الصفة الرسمية طيب بعده بعد المشارك هل في جهة بتشارك؟ أو شخص بشارك؟ ولا بس مزؤول واحد بس ده المزؤول جماعة الفرق بين المزؤول والمشارك واضح المشارك ده مساعد بارتنار كده لكن المسؤول ده المسؤول عن قيام الدورة أنا أحل عليكم نقول المزؤول منسق الهان هايجين منسق نظافة الـ ID والمساعد ومنسق التدريب بالمديرية خلاص؟ أو بالمستشفى منسق التدريب جميل؟ تمام مكان التنفيذ وين؟ ما تنسوا نحضرين ننفذ دورتين تدريبيتين مكان التنفيذ حيكون وين؟ ما تنفيذ؟ غاعة المحاضرات مستشفى X في مستشفى X في مستشفى X وين في مستشفى X؟ بالرياض لا المستشفى الهدف قال الرياض قال مستشفى X خلاص؟ لكن قال وين؟ فياتو جسم الـ ICU اي عشان كده لما تكتب النشاط الهدف ما يغيب عنك الهدف إنه دارين ندرق أربعين ممرض ممرضة في قسم العناء المركزة مستشفى X هل حندربه في قسم العناء المركزة؟ لا ولا حندربه في قاعة المحاضرات؟ في قاعة المحاضرات وليه ما في قسم العناء المركزة؟ أو ليه ما في فندق شيرتون؟ ماليكم حسب الموارد المتوفرة دكتور عذرها المفاطعة عندي استفسار لو سمحك دكتور الله يساعدك معك شريفة جامع من بريدة الله يساعدك تكتور من واقع خبرتي إحنا السنوات السابقة في الخطط أثناء إنشاءها المسؤول والمشارك تذكر أسماء الأشخاص يعني ما قد ذكرنا اسم البرنامج أول منصب أبداً حتى إذا كان المسؤول عن الهدف الاستراتيجي مثلاً يكون المدير العام مثلاً الهدف مثلاً المهمة يكون المساعد الإجراء يصير مدير الإدارة تذكر بالأسماء تتكلم عن خطة تشغيلية أو عن مهام محددة الخطة التشغيلية بالنسبة للمنشاء الخطة التشغيلية زي ما أنا كلمتك تفضلت لك يمكن أن تذكر بالجهة ويمكن أن تذكر بإسم المنصب ولا تذكر بإسم الشخص جميل؟ وقلت لك أنا كل ما حددنا الشخص يكون أفضل وده اللي أنتم بتعملوا أنتم قلتم بتتبوا مدير عام مساعد مدير عام قلت أنا أفضل لكن بس ما نكتب الإسم لأنه الزون قد يتغير أنا وياكم التبقيم كويس وعاد يعني أنت بتعيدي أيها لأنه هذه نقطة تنتباهي فحبت أتأكد الله يسعدك حلو جداً حلو جداً الزون يشارك وكده ومالرابب نحتاج لكتب الجهة يعني مثلاً الآن لو ما عندي الشخص المحدد أنا ما عارف من في الجهة دي أني حيقوم بالموضوع دا بكتب الجهة يعني مثلاً إصدار أدلة في نظافة الأيدي من الإدارة العامة لمكافحة العدوى أنا ما عارف من أفضل الأدلة هناك ما عارف هل عنده بقسم للدليل هل عنده بقسم للهاند هايجين من أفضل حيصدر الدليل له فهنا هنا بكتب ما أجد الشخص المحدد بكتب الإدارة العامة لمكافحة العدوى ماشين كويس يا جماعة حددنا إنه مكان التنفيذ نقلنا عندنا خيارات كثيرة صح؟ في خيار غاعة المحاضرات في خيار القسم ذاته تدريب ميدان على القسم في العناء المركزة في خيار ممكن نعمله في فندق إذا عندنا موارد صح؟ صح صح ده فرعيات اسمها يا جماعة إذا معناها عشان رجعت للخريطة الزهنية الخريطة الزهنية الحاجة الكبيرة اللي هي مكان الدورة التدريبية صح؟ ده فرع أين تقام الدورة مكان صح؟ المكان ده مقسم لثلاثة يا قاعة يا جسم عناية مركزة يا فندق صح؟ بعد ذاك أنا بختار واحد ده وين؟ ده أنا أكون مفروضة عامله وين؟ في الخريطة الزهنية صح؟ والله ما صح؟ فلما أجي أنزيله هنا تقبلين العملية السهلة جداً أنا محدد أعمله وليه؟ معاي يا جماعة؟ معاك معاي وش؟ معاك يا دكتور يا سلام عليكم حلو جداً ده فهم الخريطة الزهنية إنه بضع خيارات في الورق وبحسيمها في الورق لان بجي التنبلات بجيه جاهز عندي ثلاثة خيارات باخد لكن اتخيل معاي انت أجي التعبي التنبلات مباشرةً هتجدى مكان التنفيذ هتقوم يا دوب تفكيه صح؟ صح وحتكون مستعجل لأن المدير قال لي جبالي واساعة نيل صح؟ هتكتب أي حاجة هتقول والله في الفندق أجي المدير يقول لكم أنا ما عندي كرش شوف لكم مكان تاني هتتأخروا هتنش تغيروا المكان تقول الله نشوط على التجريب وتعمل عشان كده تقول لك اعداد الخطة هتحتاج وقت أنا مرات بجي في مكان التنفيذ على أساس أنه أحديت تماماً هو مكان التنفيذ عشان ماذا حد يجيز لك يقول لك ليه يخطي التنبلات أو ليك اسم العنال المركزة أو ليك أعطى المحضرات أنا عملت بحث وعملت سيرش وهيأت نفسي كويس واخدت الزمن ورجيت والله ما تقدر تغامل بالصدي إلا في قاعد التجريب أجي عليكم يا جماعة الفرعيات الصغيرة دي دي لحبة الخطط التشغيلية دي بتورجوا عنده حكمة في الخطط طيب بعده زمن التنفيذ تحتاج كم الدورة التدريبية يومين يومين طيب يومين نقول يومين ده برضو حيجيك في الخريطة الزهنية انت كتبت الزمن الزمن حيجيك بيوم يومين مثلاً ثلاثة يوم صح؟ فلازم تحدد في الخريطة الزهنية لو يوم يكون فيه شنو يومين شنو ثلاثة يوم إذا معناها لمن تجري التنبيلات حديه جاهز ولا حديه ما جاهز جاهز أيوة لكن لو نكون كاتب قدامي كده مك رأكت بيوم مك رأكت بيومين مك رأكت بيومين تليمت علي؟ إذا معناها التفكير في الخريطة الزهنية بيساعدني في الزمن نتفق يومين في مشكلة هنا يومين للدورتين؟ يعني كل دورة يوم؟ ولا يومين لكل دورة؟ لا يومين لكل دورة إذا كتابة كل دورة دي مهمة صح؟ إذا أيوة يومين لكل دورة إذا مجموعة الأيام كم؟ برأة أيام برأة أيام كتب كده ليه؟ لأن المشاط يا جماعة نحن لازم نكتبه بطريقة واضحة يومين لكل دورة مجموعة الأيام أربع حلو المطلبات للدورة التدريبية شينو؟ ضيافة لأربعين شخص يا سلام عليك ضيافة لأربعين شخص ثاني بروجيكتر و كمبيوتر بروجيكتر و كمبيوتر حلو وهكذا طيب التفاصيل بتاعت المطلبات بجيبتها من أين انتين؟ من الخريطة الدينية من قبل أن أخذها يا سلام عليك والله أنا مخصوط الليلة جدا والله مخصوط خالص والله لأنك لا بتكتيب على المطلبات هتعمل فرح كبير تقول عشان تقوموا الدورة عندهم مطلبات لما تهي المطلبات تقل المخ وقوله لك ضيابة يكتيبهم كلهم بعد ذلك تقيت راجعين مثلا كتب لك 14 حاجة انت الله يبقى تكتيب السبع الكبار حتى تجد نفسك انت أقوى من التمبلات وعندك 14 حاجة فتقول تختصير تقول ضيابة تقول كده كده لأنه ما بيش ليك المطلبات بعد ذلك بعد ذلك تحيديات سوف يا جماعة أنا بجماعة خطي لكم الأعمدة الموجودة لكل قصة التشغيلية يعني لو عبيت النموذج ده النموذج ده مختار بعناية ليه لأنك لو عبيته هتقدر تعبي أي نموذج خطة في الدنيا عشان كده أنا جبته كبير التحديات دي قالبية الناس اللي بيخطط وما قاعدين نكتبوها عشان كده خطتهم مالا تتفشل لأنه ما خطى أي تحدي لكن لو أنت خطى التحدي في القطة وتنتبه ليه وإذا بيساعدك فإنك حتنفزها حتنفزها التحديات شنو؟ لا يدورة تدريبية عامة كده إنها مدقوم شنو؟ اللي هم الحضور يكون مكتمل حضور الضعيف الحضور الضعيف علاجي شنو؟ التحفيز المتحة التدكير اللغة واحد ذكر اللغة محمد ذكر اللغة اللغة ممكن تكون بالإنجليزي والجماعة كلهم عرب ما داري اللغة إنجليزية صح؟ هو الأول مرنامج بالعربي وده كلهم أجانب بلغة إنجليزية صح؟ صح المحاضرين ممكن تحتاج محاضرين ما يكونوا موجودين اعتذرون أيضا تختار لك محاضر أي كلام كويس ضعف المحاضر نفسه صح؟ صح فإنت إذن معنات خط التحديات دي في الخطة وتخد علاجي جنبها طوالي من قوسين مثلا محاضر ضعيف التأكد من السيرة الذاتية صح؟ حضور ضعيف دعوات قبل وقت كافي صح؟ يعني تضح شنو؟ التحديات اللي بتواجهك وبعد ذلك وده كل منها انت بتكون أور رديكاتيبة في خطة الزمن الوقت غير مناسب دكتور حمد مثلا الوقت غير مناسب إذا معناها اختيار وقت مناسب ولسا انت عندك الوقت لسا في اللقطة يا جماعة انت في زمن التنفيذ قبيل قلت لي يومين لكل دورة مجموعة ليام أربع يام لكن ما ورثني اليومين دي البيتين صح الله بصح؟ صحيح تكتب تقول يوم خمستاشر وستاشر شهر مارس ويوم ثلاثين وواحد وثلاثين شهر مارس ده اليومين يوم أربع يام صح؟ خمستاشر وستاشر مارس وثلاثين واحد وثلاثين مارس ده الزمن زمن واضح جدا حيقيم يوم خمستاشر وستاشر وثلاثين واحد وثلاثين وفي قاعة التدريب الزكري والأربعين شهر الوقت دكتور والبعال مهم ما نحن نذكره يعني مثلا الفترة الصباحية أو في الأفترنون المفروض نجيء نذكر في زمن التنفيذ مثلا من ثمانية إلى ثمانية خلاص كتبنا عليك طيب آلية التواصل شنو؟ دائماً في الخطط أنا سيبديك العبودين دي للناس ما قاعد تركز عليهم دي العبودين مهمات آلية مشاركات كثيرة يا جماعة دارا سيطر على المشاركات أيوة في إيميل يعني انت بتشوف التواصل المهمة البنجة حد دورة تدريبية لازم إيميل لازم تلفونات مباشرة لازم تعقيدات كده يعني في الخطط الغوية يا جماعة لازم تثوري الكمميونيكيشن وكلام ده يا جماعة العمود ده بالذات مهم وين؟ في الاستراتيجية كيفية يتم الكمميونيكيشن التواصل لتنفيذ الدورة التدريبية هذه أيوة أيوة السلام عليكم طيب يا جماعة في نقطة قبل ما تجي المطلوب شنو؟ المنجز المطلوب شنو؟ المنجز المطلوب شنو؟ هي قريبة لا لكن دي للهدف لكن للنصاط القيام بدورتين تدريبتين القيام فيها القيام بدورتين تدريبتين بس؟ تنفيذها في الوقت المحدد تدريب بالأربعين موطف يا سلام الأربعين دي جبتها لأنها موجودة في الهدف الهدف إذن قيام دورتين تدريبيتين لأربعين موظف الأربعين ممرض ممرض طح؟ قيام دورتين تدريبيتين لأربعين ممرض ممرض في دورتين دي في المشاط يعني بس للمشاط طيب المنجز المطلوب للمشاط دي دورتين تدريبيتين لأربعين ممرض الدورة فيها كم ممرض ذكرنا في الخطة دي ولا ما ذكرنا؟ أربعين أربعين ممرض ممرضة أربعين؟ لا ما في تحديد كان نا ما حددنا إذن في عمود ناقص؟ كيف الحدد؟ عشرين ممرض عشرين ممرض وين لكنك دون؟ إحنا ما كتبناه نكتبه في الهدف؟ نكتبه في الهدف؟ نكتبه في الهدف الرئيسي؟ عمود ماجس؟ ها؟ نمجي عن الهدف؟ الهدف ضابط أربعين وجينا كتبنا المهمة وكتبنا المزئول تذكروا قبل في المهمة قلنا المهمة غير واحد؟ الله هنا نكتبه مع المهمة عمل دورتين تدريبيتين لأربعين ممرض وممرضة يعني كل دورة تدريبية عشرين شخص صح؟ عشرين صحيح عمل دورتين تدريبيتين كل دورة تدريبية عشرين شخص كي دبيقة واضحة ولا ما واضحة؟ دبيقة واضحة في زول تاني بيعمل حاجة تانية في زول تاني ممكن يعمل حاجة تانية يعني عايز يكبر الشغل بتاعه ممكن يضيف عموت يكتبه المستهدف صح؟ صح إذن معناها البصيد طر على التنبيلات منه ألا 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 يا صلاة إذن معناها أين التنبيلات ده أفكاري تحت الخريطة الزهنية إذا ما احترم إليه أنا بخصوه بعمله عمود زيادة في كل مستهدف أقعليه؟ أو أقول والله يا أخي ما دار عمود أخذتها في الحد المهمة صح أو الله ما صح؟ صح إذا أنا بلعبت التنبيلات عليك يا في صح؟ ممكن أغيره أخده أول أزيد هنا أفصل ممكن أعمل كل دورة تدريبية لوحدة صح؟ المهمة الأولى غيام دورة تدريبية خمسطار ثلتاشر المهمة الثانية غيام دورة تدريبية ثلاثم حتى ثلاثم صح؟ صح صح يكري أفصل لهم يعني كله صح لدورة تدريبية واحدة أو أضيف عمود من راسي أسمي المستهدف ما تحدي قالوا لي أضيفه إذا معناه لو أدك أي تنبيلات بتاع خطة إنت بتوافق على التنبيلات بالطريقة البطرية حسب خريطتك الزيالية إنت عليه منك تلقى عمود منك تلقى عمود مثلا قول التحديات إنت عارب ما عندك أي تحديات كل أمورك زي الورد لا في داعي أسكوري زال مثلا آلية التواصل والله يا جماعة آلية معروفة ممكن ألغيها لكن في أعمدة أساسية أنت تقدر تلغيها ياتوا أعمدة أساسية التي لا يمكن أن تلغى في التنبيلات تحديك الأعمدة الأساسية أي عمود يجاوي على الـ 5W تحتل الأسئلة ده ما تقدر تلغيه من الحطة التشغيلية لأنه ده بحدد النشاط نديك وط اللي هي المهمة ما هي وط فما بتقدر تلغيه فعلا؟ إنه مهمة أنا أفهمه كيف إذا ما أفهمه كيف فالوط ده مهم الثاني البعض الوط ويد ويد المكان قويس وبعد ذاك الويد الزمن أنا ما أقدر ألغيه ويد بعد ذاك وط ويد ويد الثاني فيه شنو يا جماعة؟ أوه إنه سيعمل سيعمل النشاط منه قويس؟ قويس؟ فدي الحاجات اللي بتجاوب الأزئلة دي لازم تكون دي أعمدة اسمها الرئيسية إذن معناها أنا حسب خريطة الزهنية هعبي الأعمدة الرئيسية وفي أعمدة أخرى الخريطة الزهنية بتقول لي مهمة ممكن أضيفة أو أحشرة في أي عمود من الأعمدة الرئيسية إنت عليه؟ دائماً دي سيطرة على التمبلات إذا أنا أقدر في الأعمدة الرئيسية أقلل الأعمدة ليه؟ تقليل الأعمدة مرات مهم جداً عشان الطباعة عشان كده لا مرات الناس عندهم إمكانيات وإذنها ممكن أكبر الأجزرشيت زي ما أنا عايز إذا عايز القطة تكون أكثر تفصيلاً يعتمد على النشاط وخرط الزهنية هلوين يا جماعة؟ تمام والمنجز المطلوب ده لازم يكون هو النشاط النشاط لكن بك كامل الكامل إنه دورتين تدريبيتين بأربعين شخص تكتب الحاجة كاملة موش غيام دورتين تدريبيتين أنا حقول لك بعشرة أشخاص يعني إنت داير كده؟ لا أنا داير بأربعين شخص كل دورة عشرين شخص تكون واقعاً يعني المنجز المطلوب هو المهمة نفسها المهم مقبل قلنا غيام دورتين تدريبيتين أربعين شخص المنجز المطلوب غيام الدورتين ده أقعليك؟ طبع معلش دكتور ماذا لا أسأل الخامسة اللي هي what, where, when, who وش الخامسة؟ هاو هاو كيف؟ كيف ستقام الدورة التجريبيتين؟ صح؟ الخامس هاو؟ لعليك؟ طيب وفي واي هي 5W بلاس H ها؟ 5W بلاس H الخامس أدك لي أتاني وقت مهمة جدا who مهمة جدا where مهمة جدا when الواي ما بيذكروه هنا ليه؟ لأنه أراضي في الهدف أنت كاتب في الهدف زيادة نسبة الالتزام لـ 75 فما في داعي تكتب الغرض من هذا النصاب زيادة نسبة الالتزام إمت علي؟ إمت علي؟ الواي ما ذكرناه هنا ليه؟ هي خامسة؟ لأنه أراضي في الهدف فوق أنا أعرف دار أزيد نسبة الالتزام وليس أنا عم بالتدريب ده أصلا؟ حشان دار أزيد نسبة الالتزام فواي بتكون أنت ما محتاج لها الهو ألا عم جديد توضع هاو كلها المشارك من هو المزول والزمن والمكان في هذا فإذا أنت أي خطة تشغيلية جاوبت على هذه الـ 5W plus الـ H خلاص خطتك بسط يعني الـ basic بسط أما بعد ذلك زيادة لعمدة مقصارة طريقة الكتابة دك وإنه بيعتمد على خرطتك الزهنية يقولناها في الأول إنك قبل ما تكتب للنشاط دور تعمل ليه في روعي وهناك تقدر تستطيع تسيطر على الـ template الآن ما شيء كويس في كتابة الخطة التشغيلية جل موضوع المهم مؤشر قياس فعالية ومؤشر قياس كفاءة أسمعوني يا جماعة مؤشرات القياس متعددة وأكيد شرح لكم منا وأنا برضو شرحت جزء وحنجف المحاضر الثاني نكمل جزء لكن عشاني أنا أعمل مؤشر قياس فعالية وكفاءة لازم أفرق من الاثنين صح؟ ما هي الفعالية وما هي الكفاءة؟ في رأيك الأعلى درجة الكفاءة ولا الفعالية؟ الكفاءة الكفاءة على جميعها من الفعالية نمبر واحد طيب، الفعالية شنو؟ إنك تكون فائل وناجئ في إغامة الدورتين التدريبية تماما إذن معناه مؤشر قياس الفعالية بتاعتنا غيام الدورتين التدريبية أنا أغنتم جبت المدربين نفس بمعنى الإنجلاس أنجستم أنجست الدورتين التدريبية لا أنا فعال صح الله ما صح عبدالفتاح جاب الناس عمل دورتين تدريبين قال أنا جماعة عملت الدورتين التدريبية أنا قصرت عشرين طيب يا عبدالفتاح العشرين في الدورتين التدريبية الأولى جاك فيها كم؟ الله يجيوني خمسة والثاني اللي أخكم الله يجيو ثلاثة كان الخضر ضعيف أنا فعال أغنت الدورة أغنت 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 لكن أغنت خمسة في الأولى وديل أغنت ثلاثة الخضر كان ضعيف كويس؟ لكن أنا أغنت الدورة وصرفت عشرين الفريات أكلت الخمسة دين أديت الأكل تمام زبطت السكان أي حي زبطتها وقمت الدورة أنا فعال بفعالية جماعة إني قدر يقيم الدورة صح والله ما صح صح طيب جات أخوتنا دكتورة فايزة يا مرحب كنا لها فايزة أنت عملت كيف الدورتين التدريبتين والله الحمد لله يغنت أغنت أغنت أغنتين الحضور كان كم؟ والله الأولى أربعين والثاني بس تزعة وتلاثين واحد غاب كان عيام أربعين وتزعة وتلاثين وفتح كم؟ تمانين طيب دكتورة فايزة عملت الدورتين التدريبتين دلبي كم؟ والله الحمد لله بعلاقاتنا كده وهناي يعني هي كم؟ مفروضة عشرين أليف والله أنا عملتها بعشر أليف هل عندها كفاءة في غيام الدورتين التدريبتين أنا ولا دكتورة فايزة؟ دكتورة فايزة دكتورة فايزة يا سلام إذا قياس الكفاءة تحتية أنا هنا شنو؟ تحتمد على الموارد موردين يا جماعة موردين اللي هو المورد الأول الأشخاص المستهدفين كانوا أربعين صح؟ صح؟ انت نفست كم من الأربعين؟ دكتورة فايزة تزعة وتلاثين على أربعين وأنا ثمانية على أربعين ده مؤشر إذا مؤشر عدد الذين حضروا الدورة ده واحد ممكن تكتوي بالعرض عدد الذين حضروا الدورتين من مجموعة أربعين كم في المئة؟ خلاص؟ وثاني عندك مؤشر كفاءة المبلغ المصروف للدورتين من المتوقع يعني الدورة إذا ما توقع لها عشرين وأنا صرفتها عشرة أنا ناجح صح؟ صح؟ إذا عشرين وأنا ما صرفت حاجة أنا كفر جدا بكم أنا قدرتها أوفر الفلوس يعني وتستدفتها الأربعين ده أهم مؤشرين في البرفورمس إنديكيتر المختصات بالأنشفة لأنه يا جماعة بحلمنا في النشاط إنه ننفذوا كما هو صحيح؟ صحيح؟ وبتكلفة أجلها إذا عملنا الاثنين ديل معنا نحن بنحقق الهدف بصورة مالاة صحيحة لكن لو الاثنين ديل مهتم بين بيهم يعني ما نفذنا النشاط الهدف ما حيتحقق نفذناه بكولة تعبانة بجروش كثيرة وناس حبه وما حصلت فايدة فكده الهدف ما حيتحقق وده كل وين؟ المؤشرات دي بتجي لوحدها بعد كتابة النشاط وده كله بيجيك من الخريطة الزهنية وقدر ما أخذت توقت في الخريطة الزهنية تسيطر على تيمبيلات وأديك ألاتها والأمر إنك ممكن تعمل التيمبيلات بالطريقة اللي أنت عايزها صح الله وصح؟ دكتور ممكن سؤال الله عادي خريطة زهنية فيها ستمية تفصيلة أنا والله أنا أمري تيمبيلات بحدني آمن لحد ذلك تيمبيلات شكل كبه أوسعه أضيقه لكن بس هلتزم بحاجة واحدة فيه نموذج القطة التشغيلية الفايف دابليو زائد الحاو إذا الجيد جاوبت لي الخمسة حاجات بيه خلاصة الخطة دي مفروض تباصل خطة دي ناجحة نحتضرها حتى في الفايف دابليو قلنا وال مكتوبة فوق في الهدف ما أحتاجها حسنا؟ الهاو قلنا ما أحتاجها الأعمدة بتوريني الناهاو إلا زول غبي ما يفهم حسنا؟ ولو احتيت أكتب هاو بكتب الطريقة الطريقة التدريب تدريب غسيلة لدينا طريقة عملية وأفصل فيها لو أنا عايز أفصل أكتر لكن مثلا الخطة دي لو مقدمة بعدالي زول الهاو ده إلا زول بيسموه النوهاو يعني مثلا دكتور عبدالفتاح حيزة الهاو لكن الزول الزمانة دعم الخطة بحيزة الهاو يمتوا عليه؟ إذا المعنى زيادة لحمدة وانقصة تحتمد برضو على الزول اللي حقدم له الخطة مينو؟ الآن دائره يحتمد الخطة إذا كان الخطة والله دائر يحتمد دكتور خالد مدير عام الإدارة دكتور فازي دكتور عبدالفتاح بيتهمهم الهاو يعني بعد الكلام ده دائرين هاو هاو يتلقص بنا التكنيكا للفنية تقول الله حدربه النظرية نول حاجة على 5 مومنت وحاجة حدربه البرابتس زي ما في البكزل على غسيل اليدين دي هاو كويس؟ تكتبه باختصار لي ده إذا حبيت تكتبه أفضل دكتور ممكن ممكن سؤال دكتور الله يعافي أريد ديكم العام أنا خلصت يا جماعة تفضل بالنسبة للقياس كفاءة التنظيم للدورة وقياس كفاءة له التحصيل بالنسبة للمستفيدين ها ده وين أحطها؟ يعني زي البريتست والبوستست وال أيوة دي ممكن في الهاو ممكن تكتبه عموت إنه في بريتست كويس ما هي في النشاط كويس؟ لكن دي كلها في بعض الأنشطة يا جماعة بتكون مفروض أي دور تدريبية يكون فيها بريتست بوستست كويس؟ وأي دور تدريبية يفروض يكون فيها القياس عشان كده دي لو كتبتها في الخطة بتكبه إضافة سقيلة زيادة غير محببة وما تعدي نهتم بها كثير فهمت علي؟ وزي ما قلت لك عمودة الهاو ده لو فيزول مبتن بالحاجات دي بكتب له في الهاو بريتست بوستست كده أو في الخطة مرات يا جماعة في حاجة يسمى نوت للخطة وزكرات للخطة لو في تفاصيل ما دارة عرضها في العمود بعمل أتاش بعمل والله يقول مرفق تفصيل الدورة التدريبية اليوم الأول الجدول ترفيغية مع الخطة زي ما أسعدكم دورة تدريبية 15 بعد 17 فبتكتب دكتورة فايزن وغيام دورة تدريبية يوم 15 و16 و17 وكده لكن بترفيغ معه جدول فالجدول ما بتكتبهه بترفيغ معه إنه كيف هتعمل البريتست هترفيغ معه كيف يعني انت بك ترفقي التفاصيل على النو هاو دي لزول مرفق مع الخطة الماء عنده رغبة يشوف بريتست بوستست حيبق إنه في دورة تدريبية حتقام فيه كده في مكان كده لعشرين شخص عن كده وده بيهموا تفقنا؟ اوكي شكرا كده عمين ما تقلبوا المشكل ده يعني حيجيكم ها؟ عشان تكتبوا لا يسيطا بالطريقة دي فيه سؤال ثاني؟ سلام عليكم عليكم السلام السبب عندي سؤال بل سماحتي دكتور الدكتور بالنسبة لزمن التنفيذ لو ذكرت في الربع الأول من سنة عشرين وثمين العشرين بدل من تحديد تواريخ معينة لأنه وقت وضع الخطة التشغيلية ما نكن تعرف بالضبط متع بسويت دورتي وأيضا عشان ما كن تحت ضغط يعني شوف ده أول مؤشر بأنه بعد ذلك حيتعبك جدا انت مشكلة الهروب من تحديد الزمن منك ده عكس الخطة التشغيلية الخطة التشغيلية هي تحديد الزمن الهروب ممكن يكبه ساهل وين؟ بالخطة الاستراتيجية ウول عند تلاتة سنوات لم يكن يختروا الأول الوbr件 عند تلك سنة والله ما عنده غيرة الأربع لازم يختths اختروا الرابع الأول الذي أفقد تلاتة شهر يجب يختار ف comfortably الشهر الفigare أربع سابق لازم أختارOW إذا كنت تعرف من اليوم لكن لا يمكنك تعرف من الاثباع يعني مثلا الدورة يومينة في الأسبوع الأول لاف هذا لكن ما يمكن يقول له في الاثباعين الأول لأنه نحن عارفين بفهم كده أنه في أسبوع عملي صح؟ عارفين الشهر بتقسم لأربع أسابيع عمليات فأنا ممكن أعمل مرونة في الأسبوع هذه الخطة التشغيلة تعمل مرونة في الأسبوع لكن لا أدري أن أعمل مرونة في أسبوعين يعني ياتي أسبوع بالظبط أن أنت ستشتغل فيها والممتاز هو اللي يحددكم بالزمن وبالساعة كما قال القبل 8 إلى 12 في يوم 15 إلى يوم 16 ومراجعة الطواريخ مهمة جداً لأنه أنا بلقى طوار الخطوط بي لخمستار 16 إلى يوم 15 يعيد الموقف فلا بد بمراجعة ولكني والله شهري يوم 1 يوم 32 22 فجوه 28 مرض بيكون 27 يوم كما سمعت يقول PLK 20 يوم يقول ليك يوم 30 1 يكون يوم الخميس وهذا الثاني قال يوم 30 واليوم 1 يوم 30 ي אותة على هذه الزمن تحديد الزمن القطة تشغيلها مهمة جيداً في أي سؤال ثاني؟ طيب بس أنا بس أكد على النقطة أنه إحنا هنا عندنا الهدف وعندنا النشاط الأول بمعنى أن الهدف فيه أكثر من نشاط إحنا تكلمنا فقط على نشاط واحد لذلك يعني كمثال لكن فعلياً الهدف عشان نتحققه نشاط واحد غير كافي لازم يكون فيه عدة أنشطة ولكل نشاط رح نمشي عليه بنفس هذه الطريقة طيب بما أننا الآن ننتهينا من المحاضرة الأولى نشكر دكتور عبد الفتاح على إعطاء المحاضرة ونشكركم جميعاً على مشاركتكم وعلى حضوركم لها بناخد بريك بنبدأ إن شاء الله بنرجع على الساعة عشرة ونص بالضبط أرجو أنه ما نتأخر ونبدأ في المحاضرة الثانية اللي هي التخطيط الاستراتيجي شكراً للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر